مش موجود في القرآن الكريم وموضوع ان اخ قتل اخوه بفك حماره ده كله مش موجود هو فعلا في اخ قتل اخوه عشان القربان اللي احنا منعرفش هو ايه وربنا تقبل من واحد ولما تقبل من الاخر لكن اسم قبيل وهبيل ده مش موجود خالص في القرآن بالاضافة كمان ان الحياة بقى بدأت ازاي خلي بالك في هنا خلط كبير بيحصل عند الناس يعني يقال اسمح لي اوضحها الموضوع ده يعني يقال مثلا ان ستينة حوى كانت بطن وبطن توقم وتوقم ودول يتجوزوا دول لا مش فاهم يعني كانت بتجيب يعني في الحامل الاول بتجيب بنتين وفي الحامل التاني بتجيبوا ألدين ويتجوزوا بعض الحقيقة الكلام ده برضو غلط والكلام ده ملوش اي اسناد نهائية ومال ايه الحقيقة يعني منين هيجي انسان تاني علشان يتجوز الانسان اللي موجود دلوقتي هنا بقى نحاول نرتب الكروت اللي قدامنا والافكار اللي قدامنا علشان نقول احنا عندنا احفير لكائنات تشبه البشر كانت موجودة قبل ادم عليه السلام وربما هي ما كانتش مكلفة وما كانش عندها الوعي والادراك ولكنها تشبهنا تماما اللي هي بقى النوع اللي هي انسان بكين وانانتردال والانواع دي كلها هل من الممكن ان يكون حصل معهم تزاوج هل ممكن يكون حصل منهم تزاوج وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي ليه لأ بهم خلق عادي جدا خلق بربنا سبحانه وتعالى يعني نوع الكائنات اللي كانت موجودة قبل سيدنا ادم على الارض اللي هي شبهنا اللي هي شبهنا بس مع بعض اللي اختلافات في حجم الجمجمة شوية او في الطول او الكلام ده ممكن يكون اولاد سيدنا ادم اتجاوزوا منهم جدا وارد جدا فيه ناس كتير بتتبنى هذه النظريات وبتؤكد ان ده ممكن يكون حصل لان فكرة ان تبدأ الحياة على الارض يعني حتى بص كلام شيخ الشعربي يقولك ايه هو ادم بس اللي جيه في المرحلة دي لكن كان فيه قبله كتير ما عندناش ميدل ان اللي قبله ده انتهى يعني مفيش حاجة صريحة بتقول اه بتستهيقولك ده فيه كلام كتير جدا بيتقال انه لا الجن بأمر من ربنا قتل الكائنات دي كلها وقضى عليها لا احنا ملناش دعو بالجن احنا بنتكلم دلوقتي على الكائنات اللي تشبه البشر هم دول الكلام اللي بيتقال انه الجن بأمر من ربنا قتلهم كلهم الكلام ده مش موجود مفيش ميدل على صحة هذا الكلام خلص لكن هتلاقي ان فيه حاجات دخيلة يقولك ان مثلا ان كانت ستانة حوى بيطلقوا عليها كده حتى لما سألت وحاولت ادور بطن وبطن انها بتجيب توقم وتوقم ويتجاوزوا بعض بيتقال كده فعلا طول الوقت الكلام دي القصة دي مش موجودة ولا في قرآن ولا في سنة خالص دي اسرائيليات دي اسرائيليات مش موجودة ولا في قرآن ولا في سنة يعني طرحت سؤال غريب جدا برضو مهم قوي طب يعني لو هم مش بيتجاوزوا بعض هو ده بقى الكلام اللي فيه قولان كتير بين العلماء والباحثين ان هم قالوا ان من الوارد ان يكون حصل ده زوج مع المخلوقات اللي كانت موجودة قبل كده هم مخلوقات شبه بشرية وهم ممكن يكونوا بشريين وده يخدنا للنقطة اللي تكلم عنها دكتور عبدالصابور شهين رحمة الله عليه لما عامل كتاب ابي ادم قصة الخلق اللي اكد ان ادم ليس ابو البشر الله الله طبعا وهو تعرض ساعتها رحمة الله عليه دكتور عبدالصابور شهين لهجوم كبير جدا مطرف عليه قضايا في هذا الامر طبعا وهو انت رأيك ايه اللي بيتقال الطبيعي اللي احنا عارفينه ان سيدنا ادم عليه السلام هو ابو البشر كله احنا لسه كنا بنسمع الشيخ الشعراوي دلوقتي وهو بيقول ان كان هناك مخلوقات تشبهنا ربما كانت غير مكلفة وكانت موجودة على الارض خلي بالك في القرآن الكريم هتلاقي ان مثلا كان بيتم ذكر البشر وبنه ادم والانسان واضح تماما احنا عارفين ان كل كلمة في القرآن الكريم بميزان فما ينفعش ان كل يعني نشيل كلمة ونحط كلمة فواضح ان كان ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقصد اجناس مختلفة الانسان وبنه ادم والبشر هل ممكن يكون العرق الاساسي اللي جي منه ادم هو العرق البشري والانسانية تكون صفة ورد يعني كلمة انسان دي ممكن تبقى صفة اصلا ممكن يكون الخطاب هنا للصفة اللي موجودة عند البشر هي الصفة الانسانية